لو سمحتي أريد أسأل عن تكبير المناطق الأنسوية بالحلبة وينسون والسوية قال هو صحيح ولا إيش أو إيه هو صحيح الصحيح حبيبتي إن إحنا الحلبة مفيدة قوي للأمعاء والقولون والمعدة حتى لو هي بتحفز الهرمون الأستروجين فبنسب أنا معرفش لأمحاس بتقول بتحفز لكن هتكبريها إزاي تحطيها على المناطق الأنسوية أنا هقولك بقى الصح هقولك تعملي إيه والينسون حلو بس برضه ما نشربوش كل يوم أو ما نشربوش بإفراد أما فول السوية ده السوية أرخص يعني فول في العالم فبيتحط في كل المنتجات اللي هي الهودج والهامبورجر والحاجات اللي بتشتروها من السوبر ماركت في ناس بتاكل الحاجات دي كتير بيجي لهم بيتبوز لهم هرمون الغدة الدركية يحصل كسل أو عقد في الغدد يعني تعتبر من الحاجات الممنوعة اللي عنده غدة دركية أو ما نقولش منها كده عموما عموما عايزة أقول معلومة كده عن ماشي أي حاجة في الدنيا حتى لو مفيدة الإفراد فيها مدر من الآخر كده طيب أنا عندي عايزة الأماكن الأنسوية تبقى شكلها كويس أكبرها ده يعني روح أحقق إنسيلكون يعني في حاجة اسمها جينات وفي حاجة اسمها جسمك شكله إيه أو كده الزكاة هنا للمرأة الأنسة اللي هي عايزة تبقى أنسة بحق أو حقيقي تثبت هرموناتها وتعمل تمرين تركز فيها على إن جسمها كله يبقى مشدود هتديكي مثال مثلا مرة في الأسبوع تعملي تفريش بالفرشة اللي هي فرشة طبيعية أو فرشة اللي هي الليفة الطبيعية من أول صوبة يعني جليكي لغاية جسمك كله بقى حوالين جسمك كله كله من تحت الفوق تطلع تعملي كنس كده للجلد الميت وبعدين تقفي تحت المية من غير أي شاور ولا أي حاجة كيموية لأن المساء مفتوحة وتحطي بقى مية الورد تقفل المساء أهو معلومة كمان عن مية الورد يا جماعة ما ينفعش أم أعمل ماسك حط عليه مية الورد مية الورد بتقفل المساء طيب أعمل أعمل كارديو فيه تمرين اسمه كارديو معرفش أنا بمطق يعني أنا حازم قال لي مش هم تنتقل الإنجليزي صح لأن إحنا عرب مش شرط معي أنه هو لبلب في الإنجليزي بس لما بلاني بتلغبت كده أقول لي لأ الكلمة عادي براحتي اسمه كارديو أنا معرفش هو بالعرب اسمه إيه يعني الناس بتقفل وتركزي على الكتاف وتركزي على تحت البط وتركزي على المنطقة دي وأنا جايب لك واحدة أجنبية بتعمل مساجل اللفافة في المنطقة دي عشان المكان يبقى مجدود بتعملي تصريف المفاوي العظم نفسه بتاع الهيكل العظمي بتاعنا مع التقدم في العمر شكله بيضغير شكله بيتقوص كسفته بتقله يتقوص فأنا أشتغل على نفسي من أول صباح رجل زي ما بقول لغاية فروة راسي لكن إن أنا أقولك الحلبة أو الينسون أو الحاجات التي تشرب بيها أو موضعية ممكن تقبر الأماكن لا المهم الأماكن تبقى مجدودة ما في هالسولولايت ما يبقاش عندك سولولايت يبقى جسمك مجدود تفضلي على طول كده جسمك 14 سنة مجدود في بنات عندها عشرين سنة عشرين سنة بعين يدي شفتها على البحر جسمها أفخدها فيها سولولايت يعني السولولايت ده سائل المفاوي ما هواش دهون بدليل إنه ممكن واحدة نحيفة أو رفيعة يبقى عندها سولولايت أصلا كمان الأحجام الكبيرة مش حلوة أكثر حاجة بتترخل بسرعة الأحجام الكبيرة زي كان الصدرة أو المؤخرة وتلاقي شكل المؤخرة مش حلو يعني مش حلو شكله مجعد شكله مش حلو كل ما كان جسمك رشيق ومجدود وما عندكش سائل المفاوي بين العظم وبين الأنسجة ما يحصلش تلايف هتبقى أحسن بكتير منطقة الرجبة بيتعمل لها مسايش خلف الرجبة ونفس الرجبة نفسها بتعملي زي اللي فافة كده على الرجبة نفسها وانت فردة رجليكي الكوع ما تشوفي الكوع الكوع بيترهل مش مفروض يبقى مترهل كل ما انت وكل ده بتعمليه ليك انت انت عايزة تبقى جميلة انت عايزة تبقى جسمك مجدود مش مهم لون بشرتك ايه او شكلك ايه المهم ان انت تبقى دايما شباب دايما شباب فانا ما بنصحش ابدا بالتكبير ومعرفش حاجة تكبير غير السيليكون حقن السيليكون وده طبعا حاجة خطر ممكن تجيب امراض مش كويسة بس كده